موسيقى متابعين في السعودية ساعة الأوقاتكم بكل خير نهار اليوم سادة أجواء مستقرة في عموم مناطق المملكة انخفضت درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية أيضا نشطة الرياح الشمالية الغربية المثيرة للأتربة والغبار في منطقة الإحساب وأيضا المنطقة الجنوبية من المملكة توقع خلال الساعة القادمة أن تتحرك هذه الأتربة والرياح نحو المنطقة الجنوبية الغربية وأجزاء من المنطقة الغربية سواء الأقوى الصناعية المنطقة خلال الساعة صباح اليوم توضح خلوع عموم مناطق المملكة من الغيوم استثناء بعض الغيوم العالية بدون فعلية التي عبرت فوق سواحل شمال ووسط البحر الأحمر وأيضا مناطق من شمال ووسط المملكة في حين سادة أجواء صافية في عموم المناطق لاحظوا هذه الأتربة المنطارة التي رافقت الرياح الشمالية الغربية النشطة خلال ساعات الصباح نذاب الآن وياكم لقراءة تفضيع درجات الحرارة السطحية المتوقعة من يوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء درجات الحرارة تبقى نوعاً مبارداً نسبياً في المنطقة الشمالية معتدلة في المنطقة الشرقية والوسطى تبقى حارة في المنطقة الغربية والجنوبية درجات الحرارة ستبقى على هذا النحو خلال يوم الاثنين لكن اعتباراً من يوم الثلاثاء تعود درجات الحرارة للارتفاع مجدداً مع امتداد لمنخفض البحر الأحمر يدفع بكتلة هوائية دافئة وحارة نسبياً نحو عموم مناطق المملكة خلال يوم الثلاثاء تشتد هذه الأجوال حارة خلال يوم الأربعاء توقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال ساعات أو قبل ذلك خرعت توزيع الرياح المتوقعة من يوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء يوم الأحد هبت رياح شمالية غربية نشطة السرع عملت على إثارة الأتربة والغبار في عموم المنطقة الشرقية وأجزاء من جنوب المنطقة الوسطى منطقة الحسار ربع الخالي تتحرك تدريجياً هذه الرياح والأتربة المثارة باتجاه المنطقة الجنوبية الغربية وأجزاء من المنطقة الغربية أيضاً تنشط الرياح فوق سواحل الخليج العربي وأيضا فوق سواحل البحر الأحمر تعمل على اضطراب البحر طيلة الأسبوع الحالي بإذن الله نذب الآن العاصمة الرياضة وقعات الجوية لهذه الليلة حيث تسهد أجواء صافية 16 درجة مئوية الملموسة 14 الرطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية معتدلة أسرع بالنسبة للثلاث أيام القادمة يوم الاثنين 28 درجة مئوية إلى 17 درجة مئوية تبدأ ترتفع يوم الثلاثالث سجل 31 أما الصغرى 21 أما يوم الأربعاء ترتفع لتسجل 35 درجة مئوية كحرار عظم أما الصغرى 24 درجة مئوية إلى هنا تنتين شرطنا للقاء